اشتركوا في القناة لو آتتوا بالدكترات أجنبي أجنبي دكترات قلوا سوا إذا خلني بدل من أن أشتغل برسالة الجامعة خلق أشرح مسلم وأشرح النسائي وأشرح كذا أحسن لهذا لأن هذا خلمة السنة وخلمة طلاب العلم فأذى أولى بي بدلا من هذا وإلى الآن ما أخذت هذا والحمد لله ولكن الله سبحانه وتعالى أفاض علي جده وكرمه وأعيش عيشا هنيئا من عامل صالحا من ذكر عنهم فلا نحياننا حياة طيبة ومنه محمد الحمد لله حياة طيبة الله أكبر ولذلك وصيكم أن تعتمدوا على ربكم وتطلبوا العلم بالإخلاص بالله تعالى مهما اتفقت الظروف وشهادة حصلت خير طيب وإن لم تحصل لا تلتفت لها التفت إلى علمك العلم حصل العلم حتى تذهب جهلك ثم ترشد الناس إليه وتنشر السنة أذنية التي ينبغي اعتماد عليها وأما الرزق فعلى الله كم من الناس ما يحسن لك العاتف الفاتحة وعندهم من يرى فكيف أنت وقد حفظت القرآن هل تظن أن الله يعني يقصر في جانبك ما في تقصير إنما التقصير عليكك عاد الفاسد هو هذا وتوكلوا على الله وطلبوا العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا لك والذين أعطوا العلم درجات هكذا أعتقد هذا تعلمون يعلموا هذا واستمعوا إلى هذا القول استماعا يعني من ينتفع به وهذه نصيحة ووصية إن شاء الله والظاهر أننا